السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا حبايا بي طلاب مي طلاب تاني عاداتي و معاكم مصر اندا حسن ان شاء الله النهاردة هنكامل مع بعض حال امتحانات المحافظات والنهاردة نحل مع بعض امتحان محافظة الاسكندريا طبعا الامتحان عبر عن اربع اسئلة كل سؤال الاف وباء وجيم عبر عن اسئلة متنوعة هنشوفها مع بعض ونشوف ازاي ان احنا نقدر نحلها اجابات نموذجية ونقفل الامتحان العلوم مع بعض ياريت الاول مرة يشوفنا يشارك في القناة وكمان ما يبخلش علينا باللايك والشير عشان شكواني على الاستمرار يلا بينا ندخل على الامتحان ونشوفه في تحلي الزي تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال اول سؤال اول سؤال الاف بيقولي اكمل العبارات التالية اكسيد الماغنسيوم من الاكاسيد نقط بينما الثاني اكسيد الكربون من الاكاسيد نقط اسأل نفسي الماغنسيوم عنصر فليز ولا لا فليز طبعا عنصر فليزي يبقى اذا ده اكسيد فليزي والاكاسيد الفليزية من الاكاسيد القاعدية طبعا عكس سانيوكسيد الكربون سانيوكسيد الكربون يعتبر من الأكاسيد اللافليزية والأكاسيد اللافليزية من الأكاسيد الحامضية رقم اتنين اكتشف العالم نقط مستويات الطاقة الرئيسية في الزرة طبعا العالم بور مستويات الطاقة الرئيسية K-L-M-N-O-B-Q رقم تلاتة تدور الأقمار الصناعية فيه بينما تحدث معظم الزواهر الجوية في نقطة طبعا هنا بيسألني على طبقات الغلاف الجوي الأقمار الصناعية تدور فيه طبقة الإكسوسفير طبقة الخارجية لي بيندمج فيها الغلاف الجوي مع الفضاء الخارجي بينما تحدث معظم الزواهر الجوية فيه الطبقة اللي احنا عايشين فيها هي طبقة التروبوسفير التروبوسفير طبقة مضطربة تحدث فيها جميع الزواهر الجوية وتحتوي على 75% من كتلة الغلاف الجوي رقم أربعة يمثل الأركيو بيتريكس حلقة وصل ما بين نقط ونقط طبعا الأركيو بيتريكس حلقة وصل ما بين الزواحف والطيور فالأركيو بيتريكس يعتبر أرقى من الزواحف وأبسط من الطيور من أجباه الفلزات أسهل حاجة عندك من أجباه الفلزات هو السيليكون اللي بنصنع منه شرائح السيليكون يبقى السيليكون اللي هو السقاي السقاي أربعة عشر أكمل الأسئلة جميلة جدا تعالشوف مع بعض سؤال علل علل وقف إنتاج طائرات الكونكرت طائرات الكونكرت هي الطائرات الأسرع من الصوت اللي بينتب مع عوادمها الكاسيد النيتروجين التي تعمل على تآكل طبقة الأزون لبن هقول وقف إنتاج طائرات الكونكرت لأن عوادمها تحتوي على الكاسيد النيتروجين التي لها دور هام في تآكل طبقة الأزون سوى الرقم اتنين علل يزوب السكر في الماء رغم أنه مركب تساهمي لأن السكر يكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء فيزوب في الماء رقم ثلاثة علل يستخدم النيتروجين المسال في حفظ قرانية العين لأن درجة غليان النيتروجين المسال سالب 196 درجة مقوية السؤال رقم اتنين ألف اذكر مثلاً وحيداً لكل مما يأتي طائر مهدد بالإنقراض النصر الأصلع أو طائر أبو منجل لو كتبت أي واحدة فيهم بقى صح ممكن أكتب النصر الأصلع أو طائر أبو منجل اتنين مركب تساهمي قطبي مركب تساهمي قطبي منه الماء اتشتوقو أو أنه شادر NH3 أمصر هالوجيني صلب طبعاً عندي الصلب حاجتين عندي اليود والأستاتين كنا أكتب مثلاً اليود الأستاتيني برضو صح بس اليود يحضر طبيعياً والأستاتيني يحضر صناعياً حفريات كائنات دقيقة عندي اتنين الفورامينفر أو الراديولاريا الراديولاريا اللي وجودهم دليل على أن البيئة المناسبة للتكوين زيت البترول مرض ينتج عن التلوث البيولوجي عندي ثلاث أمراض ممكن أختار واحدة منهم ممكن أقول قلب الهارسيا أو التايفويد أو الالتهاب الكابدي الوبائي رقم باق مسألة إذا كانت درجة الحرارة عند سطح البحر 30 درجة مقوية فكم تكون درجة الحرارة على ارتفاع 4 كيلو متر تعالوا نشوف المسائل دي بنحلها مع بعض ازاي مسائل طبيعة التروبوسفير مسائل سهلة جدا جدا دي بقى عبارة عن ثلاث حاجات درجتين حرارة وارتفاع يعني درجة الحرارة عند القمة درجة الحرارة عند صفح الجبل والارتفاع ممكن يحكي لي قصة طويلة مثلا ممكن يقول لي مركب وبتطير طيارة فوقها أو مبنى عايز أسفل مبنى درجة الحرارة أو أعليها المهم في الآخر خالص يبقى عندي درجتين حرارة وارتفاع بديني حاجتين منهم ويطلب التالتة مسائل طبيعة التروبوسفير أنا حلها كلها هتلاقوا في فيديو موجود عندك على القناة شوفوها في قيمة شرح منهج العلوم للصف السني الاعدادي هتلاقيك كده العنوان حل جميع مسائل طبيعة التروبوسفير هتلاقى نشوف مع بعض مسألة بتاعتنا بيقول لي ايه إذا كانت درجة الحرارة عند سطح البحر ثلاثين درجة مقوية فكم تكون درجة الحرارة على ارتفاع أربعة كيلو متر يعني أنا هنا مثلا هعتبر عندي جبل طبعا أنا بسهل نفس المسألة وبعمل الجبل ده هنا سطح البحر كام تلاتين درجة مقوية الارتفاع ده أربعة كيلو متر وعيز درجة الحرارة أعلى هنا كده يبقى مديني درجة حرارة ومديني ارتفاع وعيز درجة الحرارة التانية أول ما يديني ارتفاع في المسألة لازم أعتبق القانون ده مقدار التغير في درجة الحرارة هيساوي الارتفاع في ستة ونص هيساوي الارتفاع عندي كام أربعة في كام في ستة ونص يبقى إذا المقدار التغير في درجة الحرارة هتديني ستة وعشرين درجة مقوية طيب أنا هسأل نفسي التغير ده هيزيد ولا هيقل معنى إيه هل أنا هجيب درجة الحرارة أعلى لو درجة الحرارة في القمة يبقى أنا هطرح لأن كلما ارتفعت إلى أعلى واحد كيلو متر تقل درجة الحرارة مقدار ستة ونص درجة مقوية لو أنا هجيب الدرجة الحرارة للتحت يبقى أنا هاكمة طيب هلو نشوف درجة الحرارة عند سطح البحر تلاتين وايز درجة الحرارة ارتفاع أربعة كيلو متر أنا هطلع لفوق هطلع لفوق يبقى إيه هتقل لدرجة الحرارة يبقى أولي هنا درجة الحرارة عند القمة هتساوي درجة الحرارة عند سطح البحر ناقص لي ناقص عشان إحنا قلنا كلما ارتفعت إلى أعلى هتقل لدرجة الحرارة هو قسم مقدار التغير في درجة الحرارة يبقى هتساوي تلاتين ناقص مقدار التغير ستة وعشرين يبقى إيه هتساوي كيف أربعة درجة مقوية كده يبقى أنا حلية المسألة واخد درجة بتاعتها كاملة ممكن يسألني هل عند القمة يتكون جليد هقول لا لا يتكون جليد لأن الجليد يتكون عند صفر درجة مقوية السؤال رقم جيم بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين إذا كان حجم الغاز الأكسوجين المتصعد في فولتاميتر هوفمن هو خمسة سنتيمتر مكعب في أن حجم غاز الهيدروجين المتصعد هيسوي كام سنتيمتر مكعب هذه الخمسة عشرة خمستاشر طبعا أنا عارفة أن حجم غاز الهيدروجين بيسوي الضعف حجم غاز الأكسوجين ليه؟ لأن المية أساسا تركيبها H2O يعني اتنين هيدروجين واحد أكسوجين طب أنا الأكسوجين خمسة سنتيمتر مكعب يبقى إذن الهيدروجين كام عشرة سنتيمتر مكعب رقم اتنين من أسباب الانقراض في العصر الحديث سقوط النيازك انفجار البراقين تدمير الموطن الأصلي الكائن الحي طبعا من الأسباب الحديثة تدمير الموطن الأصلي الكائن الحي رقم ثلاثة أيا من زرات العناصر التالية هي الأصغر حجما سي ستة وتمانية اني عشرة امي جي اتناشر طبعا نفتكر مع بعض تدرق خاصية الحجم الزاري في الجدل الدوري بالنسبة للدورة الوحدة من اليسار إلى اليمين بيقل الحجم الزاري في المجموعة الوحدة من أعلى إلى أسفل يزداد الحجم الزاري طب تعالوا نشوف أماكن العناصر دي فين في الجدول الدوري لما بيديني في المسألة عدد الزاري عشان أعرف أحل السؤال أو المسألة مزبوط لازم أعمل توزيق إلكتروني بسيط كده مش لازم أعمل النواة والإلكترونيات لأ أنا بعمله للنفسي أنا علشان أعرف أحل يعني مثلاً سي ستة توزيحها بيكون إيه اتنين أربعة وتمانية توزيح دي بقى اتنين ستة إني إيه عشرة هيبقى اتنين تمانية إم جي اتناشر تبقى اتنين تمانية اتنين طبعاً إم جي تناشر دي تقع في الدورة التالتة سي ستة الدورة التانية وتمانية الدورة التانية إني إيه عشرة الدورة التانية فأنا مش أختار إم جي تناشر خالص لإنيها تقع في الدورة التالتة وإحنا قلنا من أعلى إلى أسفل هيزاز الحجم الزري يبقى هي أكبرهم حجماً زرياً طب هنا مين أصغرهم حجماً زرياً التلاتة دول موجودين في نفس الدورة الدورة التانية ولكن دي في المجموعة الأربعة إيه الستة إيه المجموعة الصفرية تمام بروفو عليك يبقى إيزاً لإني إيه عشرة السؤال رقم أربعة يطفو فلز نقطة على سطح الماء يعني مين من الفلزات دي كسافتها أقل من كسافة الماء السيزيوم، الليسيوم، الروبيديوم طبعاً الليسيوم عندي السوديوم، الليسيوم والسوديوم والبوتاسيوم كسافتهم أقل من كسافة الماء أما السيزيوم والروبيديوم كسافتهم أعلى من كسافة الماء رقم خمسة عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي لأيون عنصر اللاف لزي ثلاثة التكافؤ هو أخذ بالي بيقول لي إيه لأيون عنصر اللاف لزي ثلاثة التكافؤ هو هيكون إيه ثلاثة ولا خمسة ولا تمانية ولا عشرة تمام تمانية لأنه قال لي إيه عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي لأيون أيون عنصر يعني آخر مستوى الطاقة في الآيون بتاعه يكون مكتمل بالإلكترون يعني فيه 8 إلكترون تتكون الشهب فيه السيرتوسفير، الميزوسفير، السيرموسفير طبعا فيه طبقة الميزوسفير اللي هي ثالث طبقات الغلاف الجوي السؤال الثالث ألف اكتب المعادلات الرمزية الموزونة التي تعبر عن التفاعلات الكيميائية الآتية أول حاجة امرار غاز الكولور في محلول بروميد البوتاسيوم طب أنا عندي الكولور سي أل بس الكولور هالوجين والهالوجين يوجد على هيئة جزيء سنائي الزرق يبقى سي ألتو زائد بروميد البوتاسيوم يبقى كي بي أر التفاعل هيحدث إيه؟ طبعا الكولور هيسبك البروم تمام؟ فيكون أكثر منه نشاطا لأنه كل هالوجين يحل محل الهالوجين الذي يلي طب البروم يلي الكولور يبقى إذن الكولور هيحل محله يبقى إذن هتبقى كيه؟ سي أل زائد بي أر تو لأنه هالوجين يوجد على هيئة جزيء سنائي الزرق أبدأ في وزن المعادلة عندي زائدين كلور داخلين في التفاعل الكيميائي وزارة واحدة لا ما ينفعش يبقى إذن هنا طبعا يبقى إذن المعادلة عندي توزنت يبقى إصبحت معادلة صحيحة وموزونة إذن تفاعل أكسيد الماغنيسيوم مع الماء أكسيد الماغنيسيوم م جي او زائد المية اتش تو او المية دايما بقسمها ال اتش او اتش في التفاعلات الكيميائية طيب أنا عندي الامي جي هتاخد ال او اتش تبقى امي جي او اتش في عندي او اتش كمان اهي تبقى امي جي او اتش باي تو لأن أساسا الماغنيسيوم سنائي التكافؤ ومجموعة الهايدروكسيل وحادي التكافؤ سؤال اللي بعد كده التحليل القهربية للماء يعني الماء لما حليلها القهربا ايا فيه بولطا ميتر هوفمن اتش تو او هتديني ايه هتنحل الى غازي هايدروجين اتش تو واكسوجين او تو بنسبة اتنين الى واحد اتنين هايدروجين الى واحد اكسوجين اجأ اوز المعادلة عندي اتنين هايدروجين تمام زرتين هايدروجين تمام لكن هنا داخل الزرة واحدة اكسوجين وزرتين خارجينين فعلة احط اتنين كده واثنين هنا اصبحت معادلة صحيحة وموزونة الربع احتراق الفحم في جو من الاكسوجين الفحم سي احتراقه يعني يتفاعل مع الاكسوجين مع او تو ساحم عليه حرارة شرارة التفاعل يبقى سي زاد او تو هيدينا غاز اكسيدي الكربون سي او تو طبعا ده غاز يبقى عندي صح مطالع لاعلى يبقى عندي معادلات كاملة اهم اول سؤال امرار غاز الكلور في محلول بروميدو البوتاسيوم يبقى سي ال تو زاد 2 كي بي ار هادينا 2 كي سي ال زاد بي ار تو تاني حاجة تفاعل اكسيد الماغنسيوم مع الماء اكسيد الماغنسيوم ام جي او زاد الميا اتش تو او هادينا ام جي او اتش باي تو تحليل الكهرابي للماء تو اتش تو او طبعا هنا اكتب تحليل كهرابي هادينا ايه هادينا اتنين اتش تو زاد او تو طبعا فيه ساهمين لان يدل عبارة عن غازات احتراق الفحم في جو من الاكسوجين يبقى سي زاد او تو ساهم عليه حرارة هادينا سي او تو طبعا ده بارده عبارة عن غاز فبعمل الساهم طالع الى اعلى رقم باق من النتاج المترتبة على كل من تخزين مياه الصنبور في زجاجات بلاستيك طبعا خطأ جدا ينتج عنه ايه يتفاعل الكلور مع البلاستيك المصنوع منها الزجاجة بما يؤدي الى زيادة الاصابة بأسرطان اتنين احلال مادة السيلكة محل مادة خشب الاشجار يكون لي اخشاب متحجرة عدم نفاذ الاشع تحت الحمراء من التروبوسفير الى الفضاء الخارجي هيؤدي الى الاحتباس الحراري ومنه يؤدي الى الاحترار العالمي وصلنا لسؤال رقم 4 من الشكل المقابل يمثل مقطع من الجدول الدوري اسكر قبل ما اشوف الاسئلة هشوف الشكل عندي y عندي l 12 مديني عدد زري وقدم يديني عدد زري يبقى انا لازم اوزعه بيني وبين نفسي كده عشان اعرف اوصل لي الحل بتاع الاسئلة l 12 يبقى 2 ثمانية اتنين صح مدام ده l 12 يبقى اللي قبله l y دي تبقى العدد الزري بتاعها كم 11 ليه مس لان مزلي رتب العناصر ترتيبا تصعوديا بحيث كل عنصر يزيد على العنصر لازي يسبقه وقدر الواحد الصحيح اللي هو واحد بروتون او واحد الكترون يبقى ازا دي 11 12 دي 13 14 15 16 17 18 طبعا انا عندي الواي هنا توجد في انهي دورة هي والل وبقية العناصر دي موجودة في الدورة التالتة يبقى ال اكس دي موجودة في الدورة الرابعة تبديل مجموعة الاي الوان اي دي اللي اتنين اي تلاتة اي اربعة اي خمسة اي ستة اي سبعة اي مجموعة الصفرية او 18 لو عملنا كده اي سؤال هنتسئله في الجزء ده هنقدر نتجاوب عليه بكل سهولة طب تعالوا نشوف كده اول حاجة عايز العدد الزري للعنصر اكس وزت اكس فين اي طيب اكس هنا تقع فيه الدورة الرابعة المجموعة الوان اي يعني عنده اربع مستوى للطاقة اخر مستوى الطاقة في واحد الكتروني يبقى الكي واغده اتنين الال تمانية الام تمانية والان واحد يبقى عدد الزري كام اتنين تمانية عشرة تمانية تمانية وتسعة تسعة 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 يبقى اسن العدد الزري ليه الاكس كام ستجايبنا هي سعة تسعة تسع طيب وز هلسا جايبنا سبعة تسع اي رقم الدورة التي يقع فيها العنصر اكس اكس او الدورة الكام الرابعة نوع المركبة الناتج من اتحاد العنصر اكس مع زد اكس ده عنصر فلز الزد لا فلز اللي هم الهالوجينات طيب اتحاد عنصر فلز مع لا فلز هيكون املاح الفئة التي ينتمي اليها العنصر ار وما تكافؤ العنصر ار طبعا بيقع فيه الفئة ب تكافؤ صفر لانه يعتبر من الغازات الخاملة لو سألني عن رقم المجموعة هقول مجموعة الصفرية رقم الدورة الدورة التالتة شوفوا لما احنا فصرنا السؤال ووضحناه كده هنرفنا نحل كل الاسئلة ازاي لو اداني اي مقطع في الجدول الدوري وعملت انا بالمنظر ده كده قبل ما اشوف الاسئلة هلاقي نفسي حلية الاسئلة وبقت سهلة جدا بالنسبالي وصلنا لسؤال المصطلح العلمي واعتبر من اسهل الاسئلة اللي بجدلكه في الامتحان غاز يستخدم كمبيت حجري لحماية مخزون المحاصيل الزراعية طبعا محاصيل الزراعية غاز بروميت الميصيل بروميت الميصيل جهاز يستخدمه الطيرون لتحديد الارتفاع بمعلومية الضغط الجوي جهاز الالتاميتر طبعا في عندي منه الالتاميتر المعتاد والالتاميتر الرقمي نظام بيئي يتأثر بشدة عند غياب احد انواعه يبقى نظام بيئي بسيط نظام بيئي بسيط قدرة الزراع في الجزء التساهمي على جذب الالكترونات الرابطة الكيميائية نحوها ده تعريف ايه السالبية القهربية السالبية القهربية اسئلة سهلة جدا وبسيطة خلالشوف مع بعض سؤال ضع صح امام العبارة الصحيحة او خطأ امام العبارة الخطأ او السؤال بيقول لي تتشتت الاشع الكونية الضارة في الاكسوسفير طبعا خطأ مش الاكسوسفير هو هنا مش طالب مني اصحها هلبارة بس انا بحل معكم هصححها طبعا هي مش في الاكسوسفير هي طبعا في الايونوسفير لانه محاط بحزماء فان اللي يعمل على تشتيت الاشع الكونية الضارة بعيدا عن سطح الارض رقم اثنين تترتب العناصر تصعوديا حسب درجة نشاطها كيميائي في متسلسلة النشاط الكيميائي طبعا مش تصعوديا هي المفروض تنازليا فهي بالاجابة خاطئة او السؤال خطأ رقم ثلاثة الاسراف في استخدام الفريونات اللي هي الكلوروفلوروكاربون CFCS يؤدي لزيادة تآكل تبكة الازون ونفاذ الاشع الضارة الى سطح الارض طبعا صحي جدا عبارة صحيحة خواص عناصر CL17 تشبه خواص العنصر B4 لأ طبعا خطأ تبليه لان العناصر المتشبهة لازم تكون في مجموعة واحدة ويكون لها نفس عدد الالكترونات في اخر مستوى طاقة طبعا نشوف لو وزعنا الالكترون CL17 تبقى 287 يبقى يقع في مجموعة الهالوجينيات اللي هي السبع ايه لكن B2 تبقى 22 يقع في المجموعة اخر مستوى الطاقة مختلفة عن الكلور فبالتالي الخواص تكون مختلفة استحانة تكون متشبهة احنا كده خلصنا محافظة اسكندرية ياريت الاستفاد معنا ما ينساش اللايك والشير وكمان لأول مرة يشوفنا يشترك معنا في القناة وكمان سبوا لي في الكومنت المحافظات اللي انتو عايزين يأحلها معاكم ونحلها ان شاء الله الفيديو اللي جاي هستناكم الفيديو اللي جاي وساعدت بكم جدا وكانت معكم مصر انت حسن مع السلامة اشتركوا في القناة